موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى حديث الصحافة لهذا اليوم نبدأ مع صحيفة لوموند الفرنسية التي نشرت تحت عنوان الشرق الأوسط على أبواب حرب مذهبية جاء فيه بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام على مدينة الموصل ومناطق في شمال غربي العراق واقتراب الجهاديين من العاصمة بغداد دعا رئيس الوزراء العراقي نور المالكي إلى التعبئة الشعبية في ظل انزلاق البلاد إلى صراع طائفي جديد وخطير بين السنة والشيعة آية الله علي السستاني بدوره خرج هذه المرة عن صمت استمر عدة سنوات ليطلب من العراقيين الانضمام إلى قوات الأمن للدفاع عن البلاد والناس والأماكن المقدسة لدى الشيعة ومن جانبه دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى مضاعفة الحذر وتقييم كافة الخيارات المتاحة في العراق وسوريا ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام أوباما قال إنه يحتاج إلى وقت للتفكير قبل اتخاذ أي قرار بشأن أي رد وهو في هذه الأثناء متردد في دعم المالكي الذي يعتبره الكثير من العراقيين حاكما غير شرعي نواصل مشاهدنا الكرام مع صحيفة السندي تايمز التي نشرت موضوعا عن الجهاديين العائدين من الشرق الأوسط إلى بريطانيا وتهديدهم للأمن الوطني تقول الصحيفة في التقرير الذي يحمل العنوان سنرفع علم الجهاد الأسود في لندن إن الجهاديين البريطانيين الذين ذهبوا للقتال في الشرق الأوسط يهددون بجلب العنف إلى الأراضي البريطانية وقال أحد المقاتلين الذي ينشط في القرصنة الإلكترونية إن الانتخابات البريطانية سوف تستهدف من أجل أن يرفرف العلم الأسود فوق داونينغ سريت وهدد آخر بهجمات شبيهة بتلك التي نفذت في الولايات المتحدة في الحدي عشر من أيلول عام 2001 في حال هاجمت الولايات المتحدة المسلحين الذين يبسطون نفوذهم على مناطق في العراق وهدد الثالث باستهدف غير المسلمين في بريطانيا بعد عودته إليها وهؤلاء الثلاثة هم من بين مئات الأجانب الذين ينشطون في صفوف الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش ويتوقع أن تعلن وزارة الداخلية البريطانية أن تعلن داعش منظمة خارجة على القانون بعد ورود معلومات عن عمليات قطع رؤوس وصلب وخطف نفذتها المنظمة وقد علق موقع التواصل الاجتماعي تويتر أمس حسابة بعض أعضاء داعش من البريطانيين نقرأ الآن مشاهدنا الكرام في صحيفة القدس العربي التي نشرت مقالا بعنوان أوباما والسوريون الدعم الأسوأ من العدى وقلفي استقال تسعة من قادة أركان الجيش السوري الحر بسبب قلة الدعم العسكري العربي والدولي وكثرة الوعود مع قلة التنفيذ سبقت ذلك استقالة كثيرة منها استقالة رئيس المجلس العسكري السابق في حلب عبدالجبار العقيدي قبل أشهر وكذلك استقالة وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة السعد مصطفى وهذه الاستقالات تعبر عن يأس مؤسسات المعارضة السورية من أي تغيير في الموقف السياسي الأمريكي من تسليحها استخدم الأمريكيون سياسة التقنين التسليحي للمعارضة وفي أغلب الأحيان منع الدعم العربي للمعارضة السورية بدعوى منع وصول السلاح إلى التنظيمات الإسلامية المتطرفة وهو ما أضعف هذه المعارضة عسكريا وسياسيا وأعطى قبلة الحياة لخطة نظام السوري في تهميش المعارضة المدنية والديمقراطية وتقوية الاتجاهات السلفية المسلحة وهي نتيجة معكسة تماما لما يدعيه الأمريكيون وفي مقابل منع الدعم عن الائتلاف والمجلس الوطني والجيش السوري الحر انهال الدعم العسكري والمالي على النظام من قبل حلفائه الروس والإيرانيين وحتى بعض الدول العربية الملتبسة الدور كمنهال على داعش وأخواتها من قبل أطراف عديدة غابضة يزعم كثيرون أنها تجمع خليطا عجيبا مثل إيران وهو أمر ألمح إليه تنظيم داعش في بيان انشقاقه عن القاعدة والنظام نفسه من خلال إطلاق سراح قادته من السجون وعدم استهدافه عسكريا وسلفيين عرب ضاقوا ذرعا بفساد حكوماتهم وبعدم اكتراث الغرب بالمأساة المتصاعدة في سوريا والإقليم وعلى عكس ألمانيا التي قامت أمريكا بمشروع مارشل لإعادة بنائها اقتصاديا بعد الحرب العالمية الثانية تعامل الأمريكيون مع أفغانستان كقضية عسكرية وأمنية مرتين وتركوا شعبها لمصيره مثل كتلة معاقة مهملة وهو ما أدى إلى ملاحقتهم في نيويورك ونيروبي وباكستان والعراق وسوريا واليمن والسعودية أما ما فعله في العراق وسوريا فسيجعل لعنة الشعوب تحل معهم أينما حلوا نواصل مشاهدنا الكرام مع صحيفة حريات التركية التي نشرت تحت عنوان القوات العراقية تنسحب دون أي إشعار جاء فيه إن نائب وزير الخارجية ناجي كورو عقد اجتماعا تقييميا عاقب اقتحام عناصر الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش للقنصلية التركية في الموصل واختطاف 49 شخصا من البعثة الدبلوماسية بمن فيهم القنصل التركي وأشرت الصحيفة إلى أن الاجتماع تناول الأحداث التي جرت في الموصل وتم تلخيصها على النحو التالي في العشر من حزيران أحكمت عناصر الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش أحكمت سيطرتها على الموصل وحكومة أنقراء التي تابعت التطورات عن كثب أعطت تعليمات بتخلص من المستندات والوثائق والاستعداد بحيث يمكن مغادرة ممنى القنصلية والعودة إلى تركيا في أي لحظة إلا أن تطورات لم تسر بالشكل المتوقع إذ أن السلطات العراقية أعطت أوامر لقواتها الأمنية بالانسحاب من الموصل وبالتالي فإن القوات الأمنية التي كانت تحمي مبنى القنصلية أيضا انسحبت دون إعلام القنصلية وعليه فإن القنصل العام التركي أوستركيا المازقال لا يمكننا مغادرة مبنى القنصلية دون حماية لأن المبنى أكثر أمانا من الخارج نواصل مشاهدنا مع صحيفة ياني شفق التي نشرت تحت عنوان هناك مخطط ما جاء فيه أعرب رئيس الجبهة التركمانية في مدينة كاركوك أرشد صالحي عن قلقه من التطورات التي تشهدها الأراضي العراقية مشيرا إلى أن تحركات داعش في الموصل وانسحاب الجيش العراقي منها بسهولة ودون مقاومة يثيران الكثير من الشكوك والقلق لدى التركمان في مدينة كاركوك وفي هذا السياق داع صالحي كل القوى السياسية في مدينة كاركوك إلى تشكيل قاعدة عسكرية مؤلفة من التركمان والأكراد والعرب بدلا من استفراد قوات البشمرق الكردية بالمشهد في مدينة كاركوك يذكر أن دخول قوات البشمرق الكردية إلى مركز مدينة كاركوك عقب سيطرة داعش على مدينة الموصل أثار حفظة المواطننا التركمان حديث الصحافة متواصل معكم مشاهدنا وننتقل إلى صحيفة عينب بلدي التي نشرت مقالا بعنوان الائتلاف المعارض للشعب قالت فيه في موقف غير متوقع هنأ رئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد الجربة هنأ وزير الدفاع الأسبق عبد الفتاح السيسي بفوزه بانتخابات الرئاسة المصرية ربما يقول قائل إن ذلك من باب السياسة واستجلاب المصلحة للمعارضة لكن السياسة لا تقضي بتهنئة رجل وصل إلى الرئاسة بالمستار العسكري منقلبا على حكم ديمقراطي منتخب ومتبعا في سبيل ذلك الاستراتيجية التي وعد بشر الأسد أن يدرسها للعالم فكل معارض الانقلاب إرهابيون ومخربون وللعسكر الحق في اعتقالهم أو تصفيتهم وكما خيب السوريون الذين انتخبوا الأسد في بيروت خيبوا أمال اللبنانيين المناصرين للثورة السورية خيب الجربة أمال المصريين الداعمين للثورة وشركاءها في قضية الظلم والقمع إن قرارات الائتلاف المنفصلة عن الواقع تفضح السياسة التي تحركه شرقا وغربا بما يتفق مع مصالح الدول الداعمات له وبت واضحا أن الجربة ما هو إلا عصى تمثل السياسة السعودية التي تتعامل مع ثورات الربيع العربي بما يخدم مصالحها هذا إن كانت المملكة تدري أصلا أين مصلحتها بالضبط ثم إن تراكم المواقف المبنية على المصالح والتجاذبات في المنطقة تظهر من جهة أخرى الشرخ بين الكيان المعارض والثوار السوريين المطالبين بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية ورفع الظلم والتسلط عن الشعوب المقهورة من حكامها وتجار دمائها إذا أراد الاتلاف أن يلعب دورا فاعلا في القضية السورية فعليه أن يسعى لنيل شرعيته من أبناء شعبه وإلا فليستمر بمحاولة كسب الرضا من دول عربية وأجنبية لتكمل بدورها تنصبه سمسارا في سوق النخاسة الشرق أوسطية نصل مشاهدنا الكرام إلى آخر مقالاتنا في حلقة اليوم حيث نشرت صحيفة عين المدينة مقالة لردوانديا بعنوان أبا قنفذ الجزائر إلا أن يكون خادم الجماهير ولو على كرسي متحرك فهو سليل النظام ضحى بمئات الألاف من مواطنيه ليطحر البلاد من الإرهابي والإرهابيين الذين حاولوا أن يعيقوا مسيرة الجزائر الظافرة دون أن ينسى تبادل الخبرات والخبراء مع رفيقه أسد الأسود أبو حافظ المقدم ومن ليبيا يطل علينا في هذه الظروف العصيبة وجه الجنرال خليفة حفتر عفوا منفتلوس ليحدثنا عن تفوض الشعب له بالقضاء على الإرهاب وإعادة الاستقرار وتبدل لون الكتاب من الأخضر إلى ما يشاء السيسي ليس بلا إنجازات فقد قضى على مهندس الإرهاب محمد مرسي وهو في طريقه الآن إلى القضاء على أكثر من نصف الشعب المصري لاختيارهم مرسي رئيسا لهم يسانده في هذا الإنجاز منافسه التقدمي النصري حمدين صباحي أما في سوريا الأسود التي تم حقنها مؤخرا بقردين لإطفاء جو من الفكاهة على العرس الديمقراطي فقد بدأت الألعاب النارية للاحتفالات قبل ثلاث سنوات ونتيجة توقعات مؤكدة بتتفوق السياح من شتى بقاع العالم غادر ملايين السوريين مدنهم وقراهم ليفسحوا مكانا للضيوف لمشاهدة حفل الألعاب النارية التي تزينه السماء ببراميل تسقط حلوى من السماء من يتربع على كرسي السلطة هنا يفعل ذلك بقوة البصطار العسكرية مع تشكيلة من الجلادين الخشنين والناعمين تضم نصوصا ومخبرين متمنطقين من حملة الدكتورة ومنظر الطبقة الواحدة ولا حياة في هذا الوطن إلا للتقدم والاشتراكية وغيرها من مقولات يعرف شعبنا ترجمتها جيدا نظام كهذا لا يفكر بحل سياسي حقيقي أساسه إعادة السلطة إلى الشعب ولا يليق به إلا مصير رفيقه في الإدرام معمر القذافي لكن حذاري من الحفاتر يا ثوار سوريا إلى هنا مشاهدين الكرام تنتهي حلقتنا من حديث الصحافة لهذا اليوم أشكر لكم حسن متابعتكم ألقاكم مجددا غدا إن شاء الله دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة